بتكالي العجوة يعني كمادة غزائية مصدر سكريات مصدر للطاقة فيها مصدر للمعادن الندرة زي الماغنيسيوم والحديد ده شيء جميل جدا زائد العجوة نفسها اللي هو الدقيق فيه كربوهايدريت فيه جلوتين اللي هو المادة الوحشة اللي بيقولوا عليها ركس من عمل الشيطان دي بروتين من البروتين فيه شيء جميل فهي حاجة صحية للأطفال ومناسبة منسبة للطفل أديله بدلها إيه؟ أديله جبن؟ أديله ألبان؟ أديله حاجات يحصل فيها تلوث وارجع بعد كده تحصل مشاكل؟ عايزة أسألك على موضوع الجبن والعجوة سأستأذنك ناخد فطبعا يا جماعة زي ما قلنا ما نجريش وراء أي معلومة بتزع أو بتشير بشكل كبير إيه على السوشال ميديا اسأله أهل العلم وأهل التخصص وده ربنا أمرنا بكده معانا فاتف عدو عدو مساء الخير عدو مساء النور أهلا بك تفضلي أنا مش هتقول عليكم بس إحنا بنتكلم عن الأطفال فأنا كنت عايزة أسأل الدكتور بالنسبة للأطفال اللي عندهم فرط حركة وطيت توحد وتوحد التغذية سمعنا كثير أن فيه برامج تغذية بتساعد في علاج الحاجات دي وناس كثير قالوا لا ده كلام باطل خالف ده سؤال سؤالي التاني بالنسبة للشكولاتة تمام كثير قوي بيقولوا أن هي بتعمل بتعليق الاكتئاب وتزود إفراد هيرموني السعادة أنا شكولاتة يعني هي شكولاتة اللي أنا بجابها عادي من سوبر ماركت دي ولا نوع معين شكولاتة الخيم يريد أن تساعد حاضر حاضر احنا داخلين طبعا على الشتاء وفصل الاكتئابات وتغيير المود والكلام ده كله إيه اللي ممكن يحافظ على اتزانة صحة مرسية اللي في أكلات ممكن تكون يعني تديكي سعادة للحاضر أشكرك يا فاتن ثلاثة أسئلة كويسين أسئلة رائعة جدا السؤال الأولاني اللي هو للتوحد والفادي التوحد الأوتيزم وفرط الحركة والحاجة لزي كده عايز أقول طبعا لا في برامج تغذية لمعالجة الحاجات دي أو لمقابلتها ولكن خليني أقول للأخت اللي اتكلمت للأخت فاتن أقول لها شوية خطوط عامة نمرة واحد أرجوكي خفي تعرض الطفل للأجهزة الكهروماناتصية الموبايل والتاب واللابتوب والكمبيوتر والحاجات اللي زي كده لأن هي هتزود المشكلة اللي عنده بالضبط نمرة اتنين كل ما هو مر على مصنع يا فاندم مش بتاع الطفل ده لأن كل الأغذية سابقة التصنيع عليها إضافات كيميائية الإضافات الكيميائية هتزود عنده المشكلة بتاعته الحاجة التالتة اللي الأم لازم تراعيها إنها لو هو فعلا متشخص أوتيزم صح توحد صح يبقى لو سمحت هنقلل قدر المستطاع السكر ونلغي الألبان شوية تمام فترة مؤقتة لأن مادة الكازين اللي هو بروتين اللبن اللي جوه اللبن لقوا إن له أثار سلبية على الجماعة بتوع التوحد تمام السؤال التاني الشوكولاتة الشوكولاتة خليني أدمج الشوكولاتة وموضوع الكتئاب صحيحة ما تقريبا ولاد عم بالضبط نفس خليني نقول ما هي الأغذية لأنها بتقول داخلين على الشتاء واكتئاب ومش اكتئاب العكس الشتاء خاصة علم أي حاجة ما هي مغزيات المضادة للاكتئاب حيث يأكلات مفرحة نقولها كده ومضادة للاكتئاب الدورة لأن الدورة يحتوي على حمض أميني اسمه تريبتوفان حمض التريبتوفان هو بيدخل في تكوين هرمون السراتونين بتاع السعادة الله لأهم رأس مع وضوع الدورة ده الدورة بس مش المشوي أي دورة ما تفرقش مش وعادي عشان مش قلت لنا يا دكتور قبل كده الحاجات اللي المحروقات لا ما احنا مش هناخده محروقه ملسه على الفحم يعني واخد اسلقه أو مسلوق مش مش أي حاجة مش مشكلة الدورة أو أعمل كاستردا أو أعمل كورنفلاور أي حاجة يعني أي حاجة من الدورة أي حاجة من الدورة تمام الدورة الموز الكاكاو فمش لازم شوكولاتة أنا ممكن أجيب كاكاو يا القصة في مادة الكاكاو طب أنا ممكن أجيب شوكولاتة برضو وممكن نجيب شوكولاتة زيباة واخد أنا منحة طب الشوكولاتة الدارك هو الشوكولاتة هي القصة الكاكاو أصلا بيقوله الشوكولاتة الدارك هو الدارك على أساسي يبقى الكاكاو مركز فيها ما يبقاش معها سكر ما يبقاش معها لبن ما يبقاش معها إنما الموز رائع جدا وخليني أقول للأخت طريقة ظريفة جدا أيه المانع إن أنا أعمل كاستردا هيدورا وحط عليها معلقة كاكاو تبقى كاستر بالكاكاو وسلايدز موز أبقى أنا كده خدت التلاتة وان شوف ده تبقى جميلة بس زي الفل رح نعمل أبان نهاردة وتبقى أكلة جميلة كده مفرحة